اشتركوا في القناة ومفصول ما رأيكم فيها الآن مصائب كلها تجمعت في بدن واحد فلزمت أستغفر الله ولزمت الفاتحة ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والله شفيت وقضي يديني والآن في وظيفة والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله سمعت شرحها تدبرتها بعضنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لكنه لا يعرف معناها فالحول بيد من نرجع إلى من من بيده مفاتح الفرج من الذي إذا طرق بابه فتح من السميع من البصير من الملك من الغني هو الله انكسر في بابه لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج فرقنا الدنيا كلنا فينا عندنا هم وكلنا علينا دين وكلنا في بيته مصيبة وكلنا عنده مريض والله إن الأبواب لموصده في كل مكان ما أصدت الأبواب إلا فيه مكروبين فيه مرضى فيه مهمومين فيه معيونين فيه مديونين فيه فيه ولا لا يا أخوان حتى الغني ولو أغلق بابه ويملك ألف مليون تلقاه مكتئب يرقى بالرقية ويأكل أقراص الاكتئاب ومهموم وخايف من بكرة وخايف على تروته من الرحيل وخايف إذا رحلت لا تعود كل الناس يريدون الطمأنينة ترجمة نانسي قنقر